في قانون العقوبات وبعد تنامي ظاهرة استهلاك شبابنا لمادة الزطلة كثرة الدعوات من مجتمع مدني وسياسيين وغيرهم لتنقيح القانون 52 المتعلق بعقوبة المستهلكين باعتبار على حد تعبير البعض ما عادش يتماشى مع الحالة ليعيش شبابنا خاصة وأنه ما يمثلش حل للتصديل ظهره هذي بعد 22 سنة من صدور القانون 52 سنة 1992 المتعلق بعقوبة استهلاك مادة القنة بالهندي أو ما يعرف الزطلة في تونس تتعالى اليوم الأصوات الديعية لمراجعتها القانون واللي على حد تعبيرهم لم يساهم في الحد منها الظاهرة بين الشباب اللي رأوا فيه عقوبة غير عادلة يتحملها المستهلك بينما المسؤولية الأولى تعود للمروج الفسبة تقعد العام لويش ميسيرش الفسبة تقعد ميسيرش أما العام عبدالأخيات رجون تتحطموله حياته يقولي البترون تقعد مسخر ينجم لا يخدم لكن جي خدمة البرة معتش ينجم يوخ حياته كل تتحط القانون هذا أنا مراي وأنه بالنسبة للمستهلك يتنح خاطر المستهلك ميلا إلا إنسان جون صغير يقره ساعة القام في كوليس ساعة قام اللي تزغار الغالب المجتمع والظروف هاي اللي تلزهم الحاجات هذي كي يتبوها ميلا هم اللي تزادوا لسان القانون بالنسبة للمستهلكين يمكن يتنقح معنى نحاول ننقحوه نحاول نصلحوا صغير نبنيوا مجتمع به بثقافة جديدة وعقلية جديدة انتشرها الظهر في صفوف الشباب خل العديد من نشطاء المجتمع المدني قدموا رسائل رئيسة الحكومة يتلبوا فيها بضرورة تنقيح القانون عدد 52 ويعادة تأهيل المساجين وخصصا اللي تورطوا لأول مرة قانون معنى قانون خارج من المنظومة القانونية خطر اللي تشد المرة الأولى كما اللي تشد أربع خمسة مرات يحاكم بنفس العقاب لذلك معناها ضرورة لإصلاح جذري لهذا القانون ونحن نطالب الحكومة بأخذ عين اعتبار موقفنا ومشروعنا المكتوب بش مع بعضنا نبنيوا معناها منظومة قضائية تتماشى مع الدستور الجديد في تونس المحامي رمزيج بابلي قال أنه تنقيح قانون عدد 52 صار أمر ضروري كما دعا إلى حظ في الفصل 12 واللي اعتبروا أنه يكبر القاضي ويمنع من أخذ إجراءات تخفيفية على المتهمين التطبيق إلي من العقاب لأنه القاضي ما عنده حتى سلطة تقديرية معناها فصل 12 من القانون هذية يحرم على القاضي صراحة أنه يلتجئ إلى مقتضية الفصل 53 من المجلة الجنائية اللي تخولوا باش يتطبق معناها يستعمل ظروف التخفيف والحط من العقاب إلى أدنى وتبقى المسؤولية مشتركة بين المجتمع المدني والسلطة المعنية لمكافحتها الظاهرة اللي أصبحت تهدد عدد كبير من الشباب باش تكون معالجتها الأفا على جميع المستويات أمنيا وصحيا واجتماعيا